بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة الحداشر من كورس Problem Solving Using Math أو حل المشكلات الرياضية. المستوى الأول معادلات جابرية وقصية. المسألة الحداشر. هنحل النهاردة بإذن الله. لو أنت متابع العشر حلات اللي فاتوا لازم أن تكون ماشي معالي بالترتيب. ما بحبش اللي بيخش كده يعني على المسألة بالنص وخلاص. لأ أنا ببني ساعات على الحاجات اللي أنا قتل بكده. فامشي معالي بالترتيب لحد ما خلص المستوى الأول بإذن الله. هتستفاد يعني إن شاء الله. في كل حلقة بنحل مسألة تتديرك فكرة بسيطة كده. تفهمك طريقة من طرق حل المشكلات. عشان تتدرب بها على التفكير ازاي. او التفكير المنطقي في حل المشكلات. الرياضية باستخدام الرياضيات. فاهمني. فمش المتوقع انك تخش الفيديو وانت عارف حل المسألة من قوة الأخيرة. لو انت عارفه خلاص. يعني الفيديو ما شايفيتك قبل. فالفيديو عشان يعرفك طريقة انت ما تعرفه. وده اللي انا بأكد عليه كل مرة. فما تنتظرش ان انت تقول. وانا كنت احلها ازاي. وانت داخل عشان تعرفت حلها ازاي. فيهمت الفكرة ايه. طيب. لحد ما في يوم الايام ان شاء الله. العشان ايام مش لاحل هEs jogo. ان تعرف مسألة زي كده. عايزين نحلها. يقول exhale. اه. اه هي مسئلة بسيطة جدا. يعني انا держame بس. سأحاول Novaоту المسألة للمستوى المس Estadoתח. комп Play Triium 3Xم 880 zask 3.880 zask 3.880 zask 3.880. ولكن كان الارتقام 0.480 ثان as a small. ok. طبعا هذه الرقم 두ال كبيرة جدا. أيضا 308 göstercharak. 80 دهksi 2. complex which could happen. يعني صعب جدا تحسبه Manual ود تمرح ومישé على ده. بعدها Manual وبعدgtها Oil. طبعاً الطريقة التي هي الغلط. الطريقة التي لا تريد أن تحل بها. هذه هي الفايدة لأنك تعرف كيف تفكر. أكيد هناك طريقة وطريقة معينة مختصرة. سأجلب بها قيمة الاكسل. ما الذي يمكن أن نفعله؟ خلق الثلاثة واستمانية ثمانين كومن فاكتور أو عمل مشترك. وهي شيء مشترك موجود فيهم كلهم. وإسم هذا عليها سيكون واحد. إسم هذا عليها سيتفضل زائد واحد. إسم هذا عليها؟ هي بالظبط. سوف نقسم شيئاً على نفسها. سيتفضل واحد. واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة. يبقى الذي يتفضل في الآخر كامل؟ يتفضل في الآخر أنك مضروف في ثلاثة. طيب، ليس في الضرب نجمع الأصص. طيب، الضرب الأساس الثابت هو هو ثلاثة وثلاثة. وهنا الأصص مختلفة. نجمعهم على بعض. يبقى الناتج النهائي بتاع التوتال الثلاث حاجات دول جنب بعضهم كده هو ثلاثة قصة كامل. ثلاثة قصة 9 ويقوم بتعديل تقليل 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 تقليل. ثلاثة قصة 9 ويقوم بتقليل تقليل. ثلاثة قصة الكامل، الآن هو أيضاً. غير أسهل من هذا المشاهد. يعني رغم أنها سهلة جداً، كذا تجربها للناسrantين لم يسابق لهم أن يدراسوا هذه الأشياء أو تم إضعها من خيار مسائل من هذه الطريقة. يعني هو يقوم أن يفكر بطرق كثيرة بل يوجد ذلك العشة من الأصليه إلى الأصليه التي التي تقومها. هذه معلومة فوق الثانية فوق الثالثة ستجد ان شاء الله قاعدة كويسة عندك من التفكير المنطقي الذي يوديك لحل المشكلات هذا الحلقة اليوم حلقة بسيطة جداً ونختم بخاتمة مثل كل مرة نقول ما الفخر إلا لأهل هذا كلام الذي قام عليه ابن أبي طالب كرم الله وجهه وراضي عنه يقول لك ما الفخر كلام هذا ذهب كلام تحتلت أبيات ذهب يكتبوا بماء الذهب أو يكتبوا بالذهب نفسه ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءه ففز بعلم تعش حياً به أبداً فالناس موتى وأهل العلم أحياءه كل مرة أكرر البلبيتين دول 10-15 حلقة جايين عشان يرسخوا في ذهنك وقد احفظ كده كله وانت ماشي يقعد سماعها النهاردة ويردي ليك كده قول وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء قدرك هو اللي انت تعرف تعمله بلاش يعني تعيش في أوهام وإن القدر ده أو منزلتي دي شيء كده وهلامي وهمي ملوش معنى لا قدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهل بتعمله هو قدرك غير كده انت لا قدر لك لو لم تحفظ تحسن تعمل أي حاجة ما لكش قدر خلاص لا تنتظر ان انت فرق بين القدر وبين الكرام يعني كل بني أدم ربنا تكرمه لكن مش داله يتكلم عليه يتكلم عن القدر قدر كل امرئ ما كان يحسنه وقعد كرارة كده وافهمها مش بس تفهمها يعني ايه استطعمها كده كان يقولك كان شيخنا الدكتور محمد ابو موسى كان يقول ايه فرق بين ان تفهم كان يقول في العلم فرق بين ان تفهم وان تستطيب فرق قوي انك تفهم الكلام وانك تستطيب الكلام انك تستمتع بالكلام وتفهمه صح وتتعمق فيه بزيادة فافضل كرارة نهاردة ما الفخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حيا به ابدا فالناس موتى وأهل العلم احيان فالناس موتى